خير زميلي فائق العقابي اليوم راح نشوفكم بيئة مرورية صحيحة تمشوف قانون السير والحركة تنعموا هواية من الطرق الرئيسية بأكثر مناطق عربيل إلى انسيابية حركة السير بمختلف الأوقات من الصباح وحتى المساء ولما نشوف الزحام مروري ببعض الأوقات ممكن بوقت قصير نشوف شرطة المرور تدخل لحل المشكلة وهذا اللي راح نشوفه بشوارع عربيل التنظيم الجيد للمرور وتنظيم الشوارع والتزام المواطنين بالقوانين المرورية تأثر على تقليل الازدحامات وتقليل الاختناقات المرورية في الأربيل كاميرات المرورية هذه كعيون رقيب السايق من يشعر أنه دائما هو تحت مراقبة يلتزم بالقوانين المرورية خاصة كاميرات التحديد السرعة هذه طبعا أثرت بشكل جذري على تقليل حوادث المرورية الناتجة عن السرعة الزائدة نظام الإجازات السابق كان عندنا فقط أربع أنواع إجازات إجازات العمومية والخصوصية وإجازات دراجات النارية والإنشائية لكن حاليا هذا النظام بـ 13 نوع من الإجازات يعني 13 تصنيف فحاليا نحن بدأنا بفقط تجديد الإجازات حسب النوع الجديد وفي مستقبل قريب إن شاء الله يتم إخراج الإجازات وفق هذا النظام الجديد وهساً تقننا من شارع مية إلى شارع مية وعشرين اللي هو واحد من أهم الشوارع اللي قلل الإزدحام في مركز أربيل لأن هذا الشارع ربط اللي جاي من كاركوك ويروح إلى إدهوك أو الموصل فهذا السبب قلل الإزدحام في أربيل ولا شوارع وزين ونظيف وقانون إزدحامات ماكو يعني قليل إزدحامات مناطق يعني مثل قلعة إيشي سير إزدحامات ماكو يعني إزدحام إيشي مثل بغداد وموصل يعني يمشي سير وصلنا ختام تجواننا بشوارع عربيل شوفناكم حركة السيارات وعود لك زمين فائق العقابي وبرنامج دفتر ملاحظات اشتركوا في القناة